دكتور ناجي عمون موجود معي هلأ بفقرة سنتي اختصاصة بالأمراض الجرثومية والمعضية رح بنحكي عن فيروس كورونا الجديد رح بنجرب نشوف شوي أكتر الفرق بين الفيروس القديم والفيروس الجديد مع كل المضاعفات والعلاجات دكتور أهلا وسهلا فيك يعطيك ألف عافية أول شيء اسم الله عليك أهلا وسهلا فيكم حكيم الفرق بين الجديد والقديم اليوم عم نحكي من ناحية العوارض من ناحية العلاجات ومن ناحية كمان الوقاية اليوم بدنا شوي نشرح ليش عم بيكون في عنا فيروسيات جديدة نحن الفيروس الكورونا اللي ما بيفوت على الخلايا بالجسم بيصير يطلب مننا أنه هي تعمل ريبليكاتس عنه يعني مثل إذا بدنا نبسطها الأمور مثل واحد بيعمل كوبي عن الفيروس القديم لما بتصير الخلية لعنا البشرية تعمل كوبي عن الفيروس بيصير فيه أوقات مثل الأغلاط أو تحولات صغيرة هذه الأغلاط لما تظهر مع الفيروس الجديد فيه الفيروس يتغير يا أما فيه يموت لأنه التحول كان بيكون ليتر لإله يا أما بيتحول بيضل مثل ما هو يا أما للأسف مثل ما هلأ عم نشوف أنه فيه تظهر سلولات جديدة تقوى هلأ بلندن لأنه هو أكتر بلد عندهم مركز عم يعملوا جينيتيك تاستينج لكل السلالات لحديد هلأ هني راصدين أربع تلاف نوع جديد من فيروس الكورونا هلأ أيهن اللي عم يعملوا سيركوليشن يبرموا عند بالعالم هني كم سلالة ما أنه نكتر هذه الشغلة بمطرح راح تكون منيحة ويمكن ما تكون منيحة راح إشرح ليش لأنه الفيروس اللي ما بيتكاتر متل ما سمعنا من سنة منقول أنه بس يتكاتر الهدف الشوي طبعا الفيروس يطور حاله كرميل يعدى أكبر عدد من الأشخاص وما يسبب أزا كتير يعني بيتحول متل الفيروس للإنفلونزا هلأ نحنا بنقطة محورية هلأ لأنه قطعت سنة وانا نشوف بهيدي السنة شو راح يتحول هيدا الفيروس علما أنه نحنا كبشر عم نحارب هيدا الفيروس بالطعمات عم نحاربوا بالأدوية عم نحاربوا بالوقاية بس كأنه جسمنا ما عم بحاربوا كتير دكتور يعني ما بعرف قدي اليوم يلي لقتوا الكورونا أول كورونا اليوم عم بيقدر جسمهم يحارب هالكورونا المستجد أو الناس البقية عم بيقدروا يحاربوا اللي عم نشوفه نحنا ما بعرف قديمه أزبوط كحقيقة علمية أنه عم بيكون أقوى على الإنسان عم بيكون مميت أكتر كمان على الإنسان أكيد اللي بحب يتصل فينا ويترح أي سؤالة دكتور ناجعون فيه يتصل فينا على 0464 عم ناخد اتصالتكن مباشرة على الهواء هلأ بي سؤالك في سؤالين هلأ بالالتيها بهذه المقدمة أول وحدة هي أي اليوم السلالة الجديدة الجاي من بريطانيا عم بتكون تسبب 35% من الوفيات أكتر من السلالة الأديمة نعم خصوصي على الأشخاص الكبار بالعمر عم نحكي من 70 وطلوع السبب لليوم ما أنه كتير واضح للعلماء لأنه ما فينا ناخد على بلد واحد بدنا ناخد الدراسات بالعالم كله في ناس عم بتقول أنه لأنه عم تنتقل السلالة البريطانية بطريقة كتير سريعة عم تقتل أشخاص أكتر وفي ناس عم بيقولوا لأ هي لأنه السلالة تحولت ما كتير عم تتجاوب مع الأدوية فعم تسبب وفيات عند الكبار بالعمر على الأكيد أنه الأرقام أعلى وعلى الأكيد أنه أرقام الإصابات أو أرقام الوفيات أرقام الوفيات أرقام الإصابات ما فينا ناخد عليها هلأ لوحدة لأنه صار في عنا تستين أكتر الفاكسين وصار في عنا الوي آي رح نحكي عنه بس خلينا نركز على الوفيات يعني شخص عمره 85 سنة إذا نصاب بمرض الكورونا المستجد ارتفعت الوفيات من 17% إلى 22% هذا الارتفاع بشكل 35% ريسك أكتر أنه يتوفى بسبب الكورونا خلق 22% رقم كتير عالي لفيروس يعني ما أنه رقم صغير النومونيا التهاب الروية الأرقام الوفيات فيه ما بتتخطر 10% بس نقارن شوي بين الفيروس والبكتيريا فللوفيات ايه؟ عم بيسبب وفيات أكتر الشغل الثاني أنه أكيد عم يعدى أشخاص أكتر قبل كنا نقول أنه الفيروس القديم كان يعدى بين شخص وخمسة هذا عم يعدى up to 10 people وبسرعة كتير مرتفعة يعني بين يومين وماكسيموم خمسة أيام الأشخاص اللي تخالطوا مع هاي الشخص المصاب الأول بالفيروس المستجد الجديد هني عم بيكونوا منصابين قبل لأ كنا نروح لـ 14 نهار هلأ مش بس نزلت لـ 5 نزلت لـ 3 يومين نعم رح يخد اتصالين دكتور قبل من تبع ألو يا هلا أكيد صراحة أنا أخذ أتصالين 100 ميلي جرام و25 ميلي جرام نعم اليوم للغدة هلأ لحديث هلأ نشكر الله ما عندي كورونا ما لأقط الفيروس هل ممكن إذا دلنا من تبهين كممات وغسيل إيدي وكل شي ما لأقط هذا المرض ولا هذا المتحور يعني لازم نعمل فكساء أحسن نعم شكرا تحديثا اتجاه لـ Sputnik V يعني الفايزر مخوفينا منه نعم شكرا لأتصالك اتصال تاني ألو ألو معي اتصال تاني ألو لا أنا ذاتي يا هلا تفضلي ايه أنا بس بتي أسأل إذا صحول الأزاز اللي بيأكل فيهم مريض كورونا غسلوا بكلوريكس وصابون هل تكتشف شكرا لأتصالك سؤالين فعلا يعني عن الوقاية وعن كمان طريقة التنظيف الوقاية بعدها هي زيتا ما تغير شي بالوقاية بدنا نلبس الماسكس وأكيد بدنا ننتبه بوسائل التعييم لما منغسل إيدينا أو مثل ما قالت المدام كيف طريقة الجلي من وقت لما شخص بيستعمل مصاب بالكورونا بيستعمل الصحون هل كلهم منعرفون وكلهم موجودين على كل الويبسايتات وحتى على كل معناتها بيكفة هذه الطريقة بالتنظيف يعني اليوم كل تلفزيونات بلبنان عم بيحطوا شو طرق الوقاية بتصور هل السؤالات يعني ما في شي جديد فيها نعم بيصيروا الناس كأنهم علقين بكلمة حكيم بجملة برأي هيك منه كتير موضوعي يعني اليوم شو بدنا نقللون عن الفاكس هيك بشكل عام اليوم إذا ما نحكي عن الطعومات نحنا بنعرف أنه لنوصل نحمي حالنا بس بالطعم يعني بطريقة أنه نقول أنا أنه وقف انتقال الفيروس من شخص لشخص بدنا نطعم بين 70 و 80% من الأشخاص على الكرة الأرضية ما بيكفي نطعم بمنطقة معينة أشخاص مثلا إذا أوروبا طعمت ما معناتها أنه ما رح يرجع يفوت الفيروس لعندها إلا إذا بدون يعملوا مثل أستراليا ونيوزيلاندا هنه هول البلدين الوحيدين يلي بيفرضوا حجر 14 نهار كاملين لحيالله شخص بده يدخل لعندهم مشان هيك أرقام الإصابات وأرقام الوفيات عندهم يعني منا موجودة يعني نيوزيلاندا مبارح قالت أنه عندها إصابة وحدة هذا شخص وبالحجر مش أنه طلع من الحجر سويا ما ننطبق تسكير بلد كامل لكي تخلصت الكورونا يا أما بدنا لما ما ننبلش بالتطعيم ما ننطعم 70 إلى 80% من الكرة الأرضية هلأ هولا الدراسات أكيدة بس كتداعيات كمضاعفات كعوارد جنبي معنا إشياء تسكر أو إشياء صعبة بهالموضوع بس الوقت كتير مهم لنا يعني اليوم النصف الشمالي من الكرة الأرضية لازم يطعم لأنه هلأ موسم السقعة والكورونا بتنتقل أكتر بالسقعة بعدين بدنا نرجع عن طاعم نصف الجنوبي من الكرة الأرضية نعم أوكي تنلحق هالشغل السبق بين توقيف الكورونا القديمة ونشوف الكورونا الجديدة كيف تلجوا مع الطعمات نحن صرنا عارفين أن طعم فايزر وطعم أسترازينيكا أن أكتر اتنين يكونوا فعالين على الفيروس الجديد يعني نحكي تبع اليوكاي وأقل على ساوس أفريكا بنسب بين 50 و60 بالمئة ما نحكي عن نسب عالية بس كمان اللي بنعرفه أنه إذا وقفنا تكاثر الفيروس عند الأشخاص كل هالأرقام رح تتراجع ونحن رح نكون أحصن أرقامنا يعني اليوم بظل التكاثر المخيف طبع الفيروس الكورونا نحن أرقامنا منا من منيحة بالعالم أم بحكي مش بس بلبنان فلما منخفف عن طريق الفاكسين رح نكون أحصن نعم هلأ صار منصاب بفيروس الكورونا وبلبنان حسب التقديرات تقريبا 26% من الشعب اللبناني صار منصاب يعني كأنه صار عننا اللقاح الطبيعي فينا نقول حكيم هايدي كمان سألت عننا قبل شوية يعني شخص نصاب بالفيروس خلال ثلاثة لأربعة شهر يرجع ينصاب بالنوع التاني بس بيكون بذات القوة ولا كأنه اخذ الفاكسين يعني بتخف وطئة الفيروس بتخف حسب نسبة المضادات الطبيعية بجسمه أول ثلاثة لأربعة شهر يعني إذا عم بجعل حسب نسبة المضادات الطبيعية بجسمه منشان هايك هون أهمية الطعم لما مناخد الطعم بعلي لنسب كتير عالية بعطيك مثل يعني إذا عملنا نحن فيروس الكورونا بفحوصات معينة بمختبرات معينة عن بعطي رأم فيها توصل سبعة لعشرة أوكي مع الطعم بيكون في عنا خمس أضعاف لعشر أضعاف أعلى أوكي هايدي بتعطيك إميونيتي أحسن وبتعطيك عوارد أقل بس المهم نعرف إنه إذا عملنا الطعم ما معناتها إنه إذا لقتنا الفيروس ما منعدي غيرنا لأنه في اليوم عند الأشخاص بدي أعمل الطعم وبدأ أرجع روح كمل حياتي منكمل هالجملة منقول منكمل الحيات ومنحط الماسك لأنه إذا لقتنا الفيروس ما رح تظهر علي عوارد ما رح فوت على المستشفى ما رح عوز تنفس ما رح عوز إدبت معينة أو أنتيبيوتيك أو أنتي بس اللي لقت من الفيروس بس فيه أنا قاعدة غيري بلا ما يكون معي خبار نعم دكتور عندي كتير اتصالات رح أخذ كمان اتصالين ألو 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 بونجور يا هلا تفضل بدي أسأل الحكيم إذا بتريدي إذا واحد أخذ الطعم بيعدي غيره حدا بالبيت إذا ما كان عامل الطعم هلأ بعضهم جاوب الدكتور يمكن ملاحق تسمعوه هلأ من عيد الجواب اتصال تاني ألو مرحبا يا هلا تفضل ممكن نحكي مع الحكيم أكيد أنت على الهوى تفضل للأسف الشيء الصعب أنه اليوم عوارض كورونا كتير شبيهة حسب ما صار عندنا خبرة ونفهم فيها أنه شبيهة كتير لعوارض الجريب ممكننا نعرف عوارض الجريب إذا كان حرارة أو سعلة أو واجع راس أو كذا هو الهلع اللي موجود بين الناس هو أنه هذا العوارض على مدار السن دايما منحسها أنا وزوجتي عم يعني عم ندير بالنا من أول الأزمة ونحط كمان وكذا زوجتي ممرضة مندير بالنا أكثر كيف فينا نعرف أنه يعني بس ما فينا كمان بلنا عم نعمل PCR هذه مشكلة عملنا مرتين وحمد الله نجاتي وكذا بس اللي عنده مشاكل بس أنا عندي مشاكل الغبدة بياخد تابازول بياخد كمان سترالكس اليوم في شيء كومون بين لبنانية كله أنا بسمعه كتير هو البانيك كلنا منحس البانيك عوارضة كمان بتضيق النفس كذا كيف فينا نعرف أنه أنت لازم نعمل تشعر أنت لأ شكرا شكرا لإتصالك بعد عندي إتصالات ألو لحنا نخد ونتابع مع إتصالاتنا على 0464 دكتور لدينا سؤالين أكيد السؤال الأول كنت جوابت عليه السؤال الثاني كمان شغلة مهمة بين العوارضة النفسية بين عوارض الرشح العادي كيف نقدر نميز حتى مدار كل أسبوع عم نعمل PCR كمان بالسؤال الأول يمكن الشخص سأل إذا واحد عمل طعم بيعدي غيره في شغلة أنا ما نوحت عليها هذا الشخص إذا أخذ طعم ما بيعمل التهاب بيعدي غيره مش الطعم يلي بيعدي بس إذا لقت بعدين بيرجع بس الطعم ما بيعدي لأنه هلأ واحدة من السؤالات عم يسألون إياها أنه بيخذ الطعم بيقعد 14 نهار منطول يخلصوا العوارد طبع الطعم ما رح قاعد غيري الجوي هو لا نكمل حياتنا بالبيت لأنه الطعم ما بيعدي نعم معنات لما مناخد طعم نكمل عادي بس كمان ناخد الإجراءات هو بحال رجعنا عدينا نحنا يمكن ما نحس بالعوارد ويمكن يكون فيه احتمال أنه ننقل لغيرنا أما بالنسبة لتاني سؤال حكيم لتاني سؤال أول شي عوارد كورونا ديق نفس من دون ما يكون عنده المريض سعلة متواصلة يعني ما بيقدر يكمل جملة غير ما يسعر أربع مرات أو خمس مرات وبد يكون معه كمان حرارة يعني بدون يجو ثلاثتون سوا يعني ديقة نفس سعلة متواصلة وحرارة مرتفعة فوق التسعة وثلاثين فهون بيعرف الشخص أنه إذا عمل انكزايتي إذا ما عنده حرارة وما عنده صعلة متواصلة منك كورونا الآن العوارد البقوية طبع الرشح كثير صعب نحن اليوم نفرق بين الرشح وجع زلعيم منخير يعني منخير عم بشروا وجع الرأس وجع الرأس والحرارة بين هولي العوارد وبين الرشح العادة وبين أوقات الحساسية الجواب للحساسية هاي الأشخاص تكمل إدوية الحساسية على مدار السنة وتتابع مع حكيمة إذا عايزة تزيد عيارات إدوية الحساسية تزيدها ما رح تخبي عوارد الكورونا بس بتريحه من نحية الحساسية هاي شغلة شغلة التانية لحد ديت هلأ نحن صرنا بالشهر فبروري يعني صار قطع الخريف وبلشنا بالشتوية شتا ما في شايفين رشح الرشح بمفهوم الرشح والإنفلونزا ما في على كل حول الخف كمان بسبب الإجراءات مزبوط نحن عندنا هلأ لما شخص بيبين عليه عوارد لحد 95% من هول العوارد عم بيكونوا كلهم ريليتد للكورونا فالمطلوب ايه الشخص يحجر حاله يومين يشوف إذا هالعوارد ضلت عنده يعمل الفحص ويتواصل مع طبيبه لأنه عم يعملوا الفحص بيطلع نيجاتيف بيكملوا حياتهم مثل ما هني بمفهومهم العادية إن كان داخل البيت بيعدوا العائلة كلها أو خارج البيت بيعدوا غيرهم لأنه اليوم إذا عنا عوارد معينة فينا نحنا نطلب بالمريد يرجع عيد الفحص أو نكمل بصور صدر مش عم نقل له نروح عمله صور صدر يعني ما عم نعطي نحنا إرشادات على التلفزيون بس عم نقول أنه الإرشاد اللي بدنا نعرفه كل حالة بحالتها بليز أول يومين بيحجر حاله المريد بعيد عن عائلته وبيعمل الفحص وبيتواصل مع طبيبه مش ما بيتواصل لو طلعنا قدر حتى لو طلعنا قدر لحتى يضلوا متابعين كل العوارد دكتور نحنا رح نتابع حديثنا من أخذ وقفة كتير صغيرة ومن أرشاه متابعين حديثنا مع دكتور ناجي عون أخصائب الأمراض الجرثومية والمعضية عن الكورونا الجديد بين القديم والجديد نحنا اليوم كيف لازم ننتبه كيف لازم نتعالج كيف لازم كمان الفحصات تكون نعم بتكون قبل ما نتابع حكيم عندي اتصالات ناطرة رح بلش واخد اتصالين ألو 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 بونجور يا حالة فضلي ألو بونجور بذات أنا موالدة إذا بدي أخذ الفاكسن ما فيه رد ما فيه رد على شي بيتش تأثيراته على البيدي لازم أخذه أنا أدي سريك موالدة أدي سريك موالدة أنا إلي سهر شهر إلي سهر أوكي دكتور إذا وصل لإليك الفاكسن فيك تأخذي بس أنه أنت أبتميست أنه هلأ يوصل الفاكسن لإليك يعني أنت مثل ما شايفي عدد اللقاحات الموجودة ما بتكفي بس تأخذون الطاقم الطبي يعني اللي عم يهتم بالمرضل اللي عم ينصاب واللي عم يكون في عنده تداعيات على صحته يعني إذا بس بلشنا بهولي بدنا كمية كبيرة يعني إذا يوصلوا للمرأة الحاملة اللي هي من المرأة المولدة اللي هي من هاي ريس كونسيدر أنت بدك بيتونطر منيح بلبنان عم نحكي بس تأخذ الطعم ما فيه مشكلة إتصال تاني ألو ألو يا حالة فضلي بونجور بونجورين بدي أسأل الحكيم أنا رشحت رشح قوي يعني بلات شعجلتي وصحة هلأ شو صار لعم شام ولعم بستضعي يعني لا نحرات ولا بس هيدا شي كلهم بيقولولي لازم تروحي تعملي فأسر ما عملت بعد البي سي آر لا لا البي سي آر ما عملت البي سي آر لا أنا أهدي أنا أولادي لو أنه عندي هالشي مثلا كان بينعد أولادي كان هيدا يعني ما بني شي أبدا أبدا بدي أقلك أنك شجاعة هيدا أول شغلة اسم الله عليك وسلامة قلبك هلأ من جاوبك أنت سالتاني ألو 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 يا هلا تفضل ألو بونجور بونجور تفضل ألو بونجور هلأت كورونا أطرع من غيره هلأتو فيه ببالك حدا معين ما بعرف قد هم تقدر تسمعني شكرا لها السؤال كمانا بالنسبة لأول حالي حكيم حلوة أول حالي يعني هيدا مثل يعني مثل نحنا شو عم نشوف كل يوم شخص بيفكر عنده رشح بيقعد بالبيت وقالت أنه قاعدة مع ولادها ويمكن عديتهم لا هي بتعرف ولا هني بيعرفوا هلأ كدت خير الله أنه ما تطورت الأمور صار قطع عشت يام أو جمعتين يعني خلصت هي كدت خير الله على المرحلة الأولينية من الكوفيد بس المرحلة الثانية اللي هي من بعد الكورونا اللي استعمل فوسات وتتابع مع الحكمة هذا الشيء اللي كنا نحكي عنه أكيدة لأنه ما خلصت الكورونا بيكون في عندها تداعيات معناتها لأرجح أنه كورونا أكيد بس دكتور أنت مع بهك حالي السيدة عم بتقول أنه هي ما عملت البي سي أر لأنه ما بتظهر ولا بتروح ولا بتجي وهنا هالشخصين اللي عايشين معا يعني بهك حالي معلي إذا ما عملنا البي سي أر وسجلنا حالي لا مش معلي لأنه هي مش تسجيل حالي الأشخاص اللي معم يفهموا اليوم أنه بغياب الفكسين بتصوى صار كل الحكمة والأخصائيين طلعوا قالوا عن هذا الموضوع بغياب الفكسين في عندنا الوئاية وفي عندنا الترصد يعني شخص حسب عوارد لازم يعمل الفحص ولازم الطاقة من طبية من وزارة الصحة تروح تعمل تريسينج للي حواليه بس يعملوا تريسينج للي حواليه يحجرون كلهم طي يوقفوا العدوة النقل هالمرة هي وبناتها أو أولادها صار معهم كوفيد ما بنعرف إذا أولادها عم بيروحوا على الشغل ومنعرف التداعيات طبعا بس عم بتصير كتير للحقيقة يعني هيدا حالة واعية وشكرا لها التوضيح حكيم لأنه في كتير ناس حتى لولادهم ما عم بيعملوا بي سي آر كمانا ما ننسى في شئر اقتصادي اللي عم بيكون عم يلعب دور معاكس أيضا يعني ما عم نبرر أكيد إذا الولاد محجورين مع الأهل ما عمنا مشكلة نعم بس نحن نوضح الفكرة لا هالمدة هيدا مضبوط لأنه إذا أهلهم رح يقضوا 14 نهار بالبيت الولاد رح يقضوا معهم 14 نهار صح بس يصيروا الأهل نيجاتيف فيهم الولاد ساعتها نحسب أنه صاروا نيجاتيف بس كمان يتواصلوا مع الحكيم لأنه في بالكورونا وفي بعد الكورونا في فحوصات في متابعة اللي بتجي عليه خفيفة في أشياء بتأثر على القلب بتأثر على الرواية بتأثر على الغدة والجلطات هو لكله المهم بدنا نحكي عن ما بعد الكورونا لأنه عم بتطول بعض أكتر العوارد قد يقدر يعد هذا الشخص بس خلينا نجاوب تاني اتصال قبل ما ننتقل لهذا الموضوع حكيم الشخص اللي سألنا إذا سوء التغذية ممكن يوطي المناعة ومعناته هالشخص بصير معرض أكتر للعدوى الجواب هو لا ما شفنا أشخاص عم يلقتوا أكتر من غيرهم لأنه هن عندهم سوء التغذية اليوم هيدا سؤاله إذا بلقت أكتر الجواب لا مش بلقت أكتر بس فيها تكون تداعيات أقوى تداعيات العوارد بتكون أصعب دكتور العلاجات الحالية وعلاجات ما بعد الكورونا ليه عم بتطول هالأدل العوارد هلأ العلاجات الحالية نحن نعرف أنه كلما بلشنا بالعلاجات بأول مراحل الكورونا كلما التداعيات على الصحة بتكون أقل فالأشخاص اللي بتنتر شخيص عندهم الكورونا بكير يتوجهوا للعناية الطبية تأخذوا الأدوية اللي بتناسبهم ما ينطروا كثير لأنه كلما نطرنا بيصير في عنا مضاعفات أكتر ومتل ما منعرف بيسقط عن رواية وبيصير في كومبليكيشنز أكتر لنحكي عن الفيروس المستجد دكتور أنا بدي إطار انتقل لأصم الأخبار رح نجرب نرجع نكمل من بعد حل وقفة نرجع لأم تي في ألايف وفقريت سانتي مع دكتور ناجي عون أخي السائب الأمراض الجوثومية والمعضية موضوعنا الكورونا المستجدة وعن نتلقى اتصالاتكم على 0464 لا أسئلتكم لا دكتور عون يلي موجود معنا اليوم دكتور كنا بلشنا نحكي عن العلاجات العلاجات اليوم غير علاجات أول بارت من الكورونا علاجات اليوم صار فيه تحصن بالعلاجات وفيه كمان أدوية بلشنا كمان لازم نطورها لأنه عم نخسارها كده شي خاصه بالمونوكلون الأنتي باديز يعني هيدا الترامب تريتمنت اللي حكيوا عنه الاسمه ريجينيرون هولي العلاجات تشتغل 50% على النيو سترين طبعا الكورونا على هيدا خبرية منا كتير حلوة لأنه هيدا العلاج فيه شخص إذا أخذ إبري منه يعني جرعة وحدة بتكفي كرميل توقف المرض وتحميله فترة بين أسبوعين وثلاثة بس لأنه مونوكلون يعني مضادات طبيعية هيدا ما بقع بتتوقف السترين جاي من ساوز أفريكا واليوكاي وإذا نحنا لأنه عدلت يعني هي بتصيب مطرح معين لتوقف الفيروس إذا عدل جينيتكلي هيدا الفيروس بدنا نرجع نعدل الضوام إبري له هيدا الشغلة بشعة شوي لأنه كان في كتير أمل أنه يساعد هيدا الريجينيرون يخفف بسرعة عوارد ومضاعفات المرض عند الأشخاص خاصة بعد ما سمحت أمريكا بتصديره لبرات الولايات والتحدة الأمريكية يعني سعودية وجورماني خلال هذا الشهر بس سيدا اليوم بده إعادة تعديل لأنه ما رح يمشي على كل المرض وأكيد بقية العلاجات اللي نحنا عم نستعملها حسب الطايمين تبعولها يعني كل ما تبلش العلاج أنا عم نسمع بالعنطيبيوتيك بالكارتزان بكل هولي نحن عم نسمع فيهم بس منفضل أنه ناخدهم حسب إرشادات الطبية لأنه إذا الطايمين ما كان مضبوط فيه إدوية يتخفف المناع عند المريض فبتقوى حالة الكورونا عنده وإذا الطايمين كان كتير مأخر ما بقله مطرح هنا السؤال حكيم يعني إذا كان الطايمين مأخر أو السؤال هو ليه في ناس بتسوق ولكن في ناس كلما عم بتطول حالتهم بالبيت وعم يروح مأخرين على المستشفى أو عم بيحطوا أو عم بياخدوا العلاجات مش ضروري بس الأكسجين عم بتسوق حالتهم أو عم بتطول أسابيع لتشفى وتتحسنوا ومن بعد الكورونا كمان أو ما عم بيشفوا للأسف يعني هون هالموضوع هيدا مهم يعني ضروري نبلش من الأول نتعالج وممكن يكون هيدا من أسباب الوفيات الجواب أولا لأنه عطول الأشخاص يعني بدوا يجربوا يلاقوا سبب بالرانة لمشكلة الكورونا سبب الكورونا بالأساس الأشخاص اللي عم تعمل مضاعفات هي لأنه جسمها عم يفرز مضادات طبيعية وعم يعمل سايتوكن ستور هيدا مانا جاي من برا هيدا جاي من جو داخل الجسم تاني سبب كمان نحن نعرف أنه في عدد قليل من الأشخاص ما بيفرزوا مادة الأنترفيرون أنترفيرون هي بتقاوم الفيروسات زي هذا الشخص ما عم يفرز أنترفيرون بسبب كبر العمر أو لأنه هو جهاز المناع عنده فرز مضادات طبيعية وقف تشغل الأنترفيرون ما بقف عنده دفاعات سو يأما عم بيدافي عن جسمه بقوة فصار بدل ما يقتل الفيروس بس قتل خلية طبيعية يأما ما عنده إياها بالأساس والفيروس قوي عليه وهولي كلهم أسباب بتجي من وراء الجينيتكس يعني جينات الشخص من أسباب خارجية بالنسبة للعلاجات أو تأخير بالعلاج إذا الشخص بلش بعلاجات أول خمسة أيام معينة هايدي بتخفف من منعته فهو بيكون سبب أزال حاله مشان هيك لازم يتوجه للطبيب لا يعرف بيهو الخمسة أيام حلا لما الشخص بينطر أكتر بين خامس نهار وعشر نهار وعليه عوارد مثل سعلة أو حرارة أو نقص الأكسجين وديق النفس كلهم موجودين وما راح شايف الطبيب بيعالج الكورونا يعني مختص ساعتها في عنا مشكلة هون كمانا إنه المريض تأخر زادة مضاعفات زادة حلا لما المريض ما بيتجاوب مع العلاج هون ما في عنا نحن علاج شاف للكورونا يعني عطول بعض مثل لما نوعد عنده التهاب بزلعين بياخد علاج معين إذا كانت بكتيريا بيومين بصح لأنه نحن عنا علاجات 99% بتشفي التهابات الزلعين بس الكورونا ما عنا علاجات بالتايمينج المزبوط بتشفي المرضى 100% بتشفيهم بنسبة 66% لأنه بيضال في المناعة وآخر بارت المرضى اللي بيكون عندهم أكتر من 70% من الرواية منصابة بيصير في عندهم كتير مضاعفات على المدى الطويل هون المرضى بيعملوا كتير مضاعفات وبيعملوا كتير مشاكل حتى تكسير الجسم حتى قصة الشم والتزوق هادي غير شي عم بيطولوا شوي هادي منيحة للشخص حتى من بعد يعني إذا بس هون العوارد الدراسات هلأ نهار الأربع طلعي أنا أقول مصميهم يعني بيطولوا طي يشفوا من المرض من العوارد بس بيكون راح الفيروس هؤلاء بيعملوا مناعة بتطول منيح آه مش العكس مثل ما نحن نفكر فبدا نعرف شو بدنا يا بدا نشفى بكير وتروح المناعة نيجي مندعمها بالطعم يا أما لا بتطول شوي العوارد مش المرض بيروح المرض وهون منعتنا بتضاين أكتر يعني شو الجسمنا بعضه عم بيقايوي مو عم بيضافة بس هون بيعدي بعض الشخص خلص طالما ناجتف ناجتف بس المضادات الطبيعية الانتيباديز بيضلوا أطول بجسمه لأنه عنده عوارد أوكي وبارت من العوارد جاي من الانتيباديز كمانا أوكي دكتور ناجعون شكرا لها التوضيحات إن شاء الله نقدرنا نجاوب مشاهدينا على كل الأسئلة يلي عم تنبعات لنا وبدأي أعتذر من كل الاتصالات يلي ما قدرت أخذت دكتور ناجعون شكرا لها بريقوامر